إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدل أمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أشار الله وإياكم ووالدنا المسلمين من النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم يغفر لكم ينوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ينوبكم ويدخلكم جنات التجريم تحتها لنهار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ في يوم الجمعة بسورة قاف لأن من يريد أن يحث على الإنفاق فإن سورة قاف تتكلم عن الإنفاق ومن يريد أن يحث ويتكلم عن العقيدة وهي أول ركن من أركان الإسلام فإن سورة قاف تتحدث عن العقيدة ومن أراد أن يتكلم عن أسباب دخول النار أجعلني الله وإياكم من النار ويحذر من تلك الأسباب فإن سورة قاف تحدثت عن ذلك ومن أراد أن يتكلم عن أسباب دخول الجنة أسأل الله أن يجعلني وأن يجعلكم من الجنة فإن سورة قاف تتحدث عن أسباب دخول الجنة فيقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيامتنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في عمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماها مباركا فأنبتنا به جنات تبصرة وذكرون وكذب الحصيد والنخلة باسقة لها ضرع النضيد رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخرق لول بل هم في لبس من خرق جديد هذا المقطع من هذه السورة الكريمة يتحدث عن البعث وعن مصير المكذبين بهذا البعث من الأمم الغابرة يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان أهل مكة أنكروا البعثاء فقد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وذمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع أمم كثيرة فكان مصيرها العذاب الشديد منهم من خسف الله به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من مسخه الله قردة وخنازير ومنهم من صب الله عليه العذاب ريحا شديدة نعم فالتكذيب ببعث أمر من أخطأ ما يصاب به الإنسان وخاصة أن الردة تنتشر الآن في العالم الإسلامي إلا من رحم ربي وسبب ذلك هو عدم الرجوع لهذا القرآن وتدبر هذا القرآن ثم تأتي يأتي المقطع الثاني من هذه الصورة ويتحدث عن سعة علم الله بهذه النفس يطارد هذه النفس البشرية في خرجاتها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إنها سعة علم الله التي تحيط بكل أحد بك أيها التاجر فاعلم أن الله يعلم ما توسوس به نفسك بك أيها المسؤول بك أيها المووض بك تحيط بك سعة علم الله فاستحي من الله استحي من الله فهو سيحاسبك ويقول وقفوهم إنهم مسؤولون أسأل الله لي ولكم النجاة في ذلك اليوم من عذاب الله نعم فيقول الله للي ولكل أحد وَلَقَدْ جِئْتُمْ وَلَقْنَا خَلَقْنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ وُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وَلَّذِينَ زَعْمْتُمْ أَنَّهُمْ بِيكُمْ شُرَكَاتِ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثم يأتي المقطع الآخر من هذه السورة يتحدث عن هذه السكرة هذه السكرة التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن للموت لسكرات اللهم هو علي سكرات الموت يقول جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد نعم حين تأتي السكرة الموت لا أحد يسأل عنك أهلك هم أول من يدعو من يذهب بك عنهم وأمامك قبرك وعملك الصالحة إذا كنت مستقيما في هذه الحياة فإن الملائكة تأتي وتثبتك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سواء الله يجعلنا وياكم من هؤلاء ثم تأتي صفات أهل النار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهنا آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرين ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تغتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلت وتقول هل من مزيد أسأل الله يجعلنا وياكم من النار ألقيا في جهنم كل كفار شحاد لنعمة الله كل كفار عنيد متعند قاس على المسلمين مناع للخير لا يترك الخير يصل إلى الغير يغضب إذا راه أحدا في نعمة وهذا من أسباب سوء الخاتمة معتد يعتدي على أعراض الناس وحقوق الناس مريب يشك في كل ما يحدثه به القرآن والأنبياء كافر يشهد بعض هذا نوع من الأشخاص لا يجد رايحة الجنة جارا إلا هو إياكم من الكفر ومن سوء الخاتمة أسأل الله لي ولكم العفو والعافية للدنيا والآخرة الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه الشرفة أما بعد أيها الفضلاء لا شك أننا سمعنا صفات أهل النار فما هي صفات أهل الجنة أسأل الله أن يجيرني وأن يجيركم من النار والدنا والديكم وأن يجعلنا وإياكم من الجنة أولئك دخلوا النار والله لم يظلمهم دخلوها بسبب صفات فيهم متمكنة منهم حتى لقوا الله ولم يتوبوا منها وصفات أهل الجنة ذكرها ربنا فقال ووزليفت الجنة للمتقين ووزليفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل عواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام ودخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشامون فيها ولدينا مزيد نعم أول صفاتهم التقوى التقوى أن تخاف الله التقوى أن تحذر أن تؤمن في لقاء الله الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل خفف من الذروب فإن العقبة كؤود نعم التقوى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر التقوى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جهية أزلفت أقربت أزلفت الجنة المتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب رجاع تواب إلى الله لكل أواب حفيظ يحفظ أوامر الله ويحافظ عليها من خشي الرحمن بالغيب الله أكبر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته ولا كقل علي رقيبه ولا تخسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب هذا القلب المنيب هو القلب السليم ومن الكبر ومن الحسد ومن أنواع المعاصي الكبائر المبقات المهلكات الرياء والكبر والحسد جار الله وإياكم من هذه المبقات فلنحذر جميعا من هذه الأمراض ولنحاول أن نتمثل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صلاحة صلاحة الجسد كله ألا وهي القلب أسأل الله رب العالمين السمع العليم في هذه الساعة أن يصلي على محمد وعلى المحمد وأن يصلح هذه القلوب اللهم أصلح قلوب الحاضرين والمستمعين والمستمعات المشاهدين يا رب العالمين والسماوات اللهم مملأ هذه الأبدان بالعافية يا حي يا قيوم وأسألك وأنت تسمعنا وترانا نسألك بجميع اسمائك الحسنى وصفاتك الأولى نسألك باسمك الحي القيوم بهذه الساعة فيها من هذا اليوم ألا تدع لي أحد منا في هذه الساعة دمًا إلا قفرته ولا أهمّا إلا فرجته ولا ذينا إلا قضيته ولا مرضًا إلا شفيته ولا ميت إلا رحمته ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وأهنته اللهم أملأ هذه الأبدان بالعافية أملأ هذه القلوب بالإيمان أملأ هذه الجوارح بالطاعة أملأ هذه لئيذ من فضلك اللهم يا حي يا قيوم نسألك التغفير لنا أجمعين ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ودرياتنا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الوباء والغلى والرباء يا رب الأرض والسماء اللهم ارفع عنا الوباء والغلى والرباء يا رب الأرض والسماء اللهم مش فينا اللهم مش فينا جميعنا وشمرضانا في الداخل وفي الخارج اللهم أمنا في دورنا وأصلح إمتنا ولا تأمرنا اللهم احسن إلى من احسن إلينا وغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ودرياتنا آمين اللهم اعتقى هذه الرقابة من النار وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه يغفر الله لي ولكم